أهلا بكم إذن بعبارة الجزائر تمتلك منتخبا رائعا هكذا أشاد اللاعب الدولي الفرنسي كليان بابي بالمنتخب الوطني الجزائري معتبرا إياه واحدا من أفضل المنتخبات داخل القارة الصمراء كما تحسر لعب باريسان جرما على غياب الخضر عن مونجيال قطر 2022 وقال لان بابي في تصريحاته الجزائر تمتلك منتخبا رائعا لقد حققوا كأس إفريقيا منتخب لا يجب الاستهان به ولا نسيانه وتابعا للأسف لم يستطيعوا المشاركة في آخر مونجيال لكنهم سيحاولون التواجد في المونجيال القاتم بالفيديو جماهير الأهل السعودي تطالب إدارة الفريق بالتعاقد مع محرز طالبت مجموعة من جماهير الأهل السعودي إدارة فريقهم بضم اللاعب الدولي جزائر رياض محرز أثناء تواجدهم في تدريبات الفريق السعودي للتحذير للموسم الجديد وكان نادي الأهل قد تعاقد رسميا مع كل من حرس مرمى المنتخب السنغالي إدوارد مندي والمهاجم برازيلي روبرتو فرمينو وإليكم فيديو مطالبة جماهير الفريق السعودي بضم محرز فريق إيطالي جديد يدخل سباق التعاقد مع مهدي ليريس كشف الإعلام الإيطالي المختص في سوق انتقالات لعيب كورت القدم ديمارزيو عن مستجدات جديدة بخصوص مستقبل اللاعب الدولي الجزائري مهدي ليريس مع فريقه سامدوريا الذي سقط إلى دور الدرجة الثانية في إيطاليا الموسم الماضي وأكد ذات المصدر بأن نادي مونزا دخل سباق التعاقد مع اللاعب الجزائري حيث أبدأ الفريق الإيطالي رغبته في ضم ليريس تجدر إشارة أن نادي مونزا اهتل المركز الحاجي عشر في ترتيب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي ويتواجد ليريس مع الاهتمام أندية إيطالية أخرى أبرزهم نادي أوتينيسي عملاق إنجليزي يدخل سباق التعاقد مع رايان شاركي كشف التقارير الإعلامية بريطانية أن نادي تشلسي ربط اتصالات رسمية مع إدارة أوليمبيك ليون من أجل الاستفسار حول وضعية اللاعب الفرانك والجزائري رايان شاركي وأكد ذات تقارير بأن إدارة لبلوس تسعى لضم رايان شاركي خلال فطة الانتقالات الصيفية الحالية مستغلة العلاقة الجيدة التي تربطها مع إدارة لويل وأصبح شاركي مرشحا بقوة لخوص تحدي جديد في مسيرته الكروية بعد الأداء الرائع الذي قدمه في الفطرة الأخيرة مع فريقه ومع المنتخب الفرنسي لأقل من 21 سنة ويتواجه شاركي محل اهتمام العديد من الأنجية الأوروبية في صورة تشلسي نيوكاسل بروسيا دورتموند وباريسان جرما نابيل بن طالب يجتس الفحص الطبي مع فريقه الجديد كشف التقارير الإعلامية الفرنسية أن اللاعب الدولي الجزائري نابيل بن طالب سينتقل إلى ناجي ليل الفرنسي خلال الساعة المقبلة وبحسب موقع لوبوتي للواف فإن ناجي شاركا وأنجي سابقا اجتسى اليوم الأربعاء الفحص الطبي ججر بذكر أن ناجي ليل احتل المركز الخامس في ترتيب التوري الفرنسي خلال الموسم الماضي رومان فايفر يصل إلى إنجلترا للتوقع مع فريقه الجديد كشف التقارير الإعلامية الإنجليزية أن اللاعب الفرنسي الجزائري رومان فايفر وصل اليوم الأربعاء إلى إنجلترا من أجل التوقع مع ناجي بورنموث الناشط في الدور الإنجليزي الممتاز للبريمير ليغ وبحسب ذات تقارير فإن بورنموث اتفق مع إدارة أوليمبيك ليو ومع فايفر على كافة التفاصيل ججر بذكر أن فايفر لعب الموسم الماضي معارا من لوال إلى ناجي لوريون حيث قدم اللاعب مستويه ترائع وفي الأخير لا تنسوا دعمكم بالقناة جام وتعليق للفيديو اشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد كان هذا كل شيء لهذا اليوم نلتقي في فيديوهات أخرى والسلام عليكم